الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة استرشاجي ازايكم عامليني يا تمانا تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله اه في الفيديو ده انا اشرح لكم مشكلة ممكن بتقابل بعض الاشخاص شان دي مشكلة مش شائعة هي بتقابل بعض الاشخاص وان شاء الله ان شاء الله تقدر افدكو بيها بص المشكلة هي ايه المشكلة ان انت دلوقتي لما بتيجي تكتب واحد وهنا واحد فالمفروض لما تيجي تعمل هنا ده بيساوي زائد ده زائد ده المفروض يتطلع لك هنا ايه اتنين تمام كده؟ تمام طب دلوقتي لو انت عدلت المفروض مسلا لو انت تيجي تعدل في العمود رقم واحد او في الخلية دي وتكتب ولا يكون سبعة فانت لما تيجي تكتب سبعة المفروض تطلع لك الناتج هنا تمانية صحة ولا غلط هي دي بقى المشكلة سوان اكبر لكم بس القيمة شوية بصوا اهو اهو دي النتيجة وده هنا المفروض هنا ده جمع ده زائد ده فالمفروض هنا لو انا كتبت اي نتيجة تلاتة مسلا يبقى المفروض تلاتة زائد سبعة يساوي هنا عشرة فالليه ما بتكتبش عشرة دي مشكلة بتقابل بعض الاشخاص وان شاء الله لكم على حلها حلها ان انت بيبقى الشيت ده او الورك بوك ده بيتعامل معاملة المانيول ان هو بيتعامل الحل بتاعه مانيول فانت كلها تعمله انت تروح على اه هنا القايمة دي اسمها تمام? وتيجي عن اللي هي وتعمل هنا او ما تيجي تعمل هتبقى هنا عشر لما انت خليها هنا مانيول بالمجرد ما تكتب هنا التسلا مانية مسلا ولا حاجة مش هتعدل حاجة لكن لما تخليها هتبقى هنا حداشن هي دي المشكلة بتقابلك طب المشكلة دي لو بتقابلك في كل هتعمل ازاي او كل بقى الشيتات اللي انت بتشتعل عليها هتروح جاي هنا فايل وتيجي عن اوبشنز هنا اوبشنز وتيجي عن فورميلاز اهي وهتلاقي اللي هو ده الوركبوك كالكوليشن ممكن تلاقيها مانيول ممكن تلاقي اوتوماتيك ولو جيت لقيتها اوتوماتيك وبرضو ما بيسماش احسن حاجة خلص تروح عامل مانيول هنا وهكذا تروح مرجعها تاني اوتوماتيك وتدوس اوكي كده كل الشيتات عندك تكون شغالة زي الفورم وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معاه في القناة لان فعلا فعلا محتاج دعمكم جدا انا اسم محمد تحسين ان شاء الله تلاقي فيديوهات كتير اوى عن الاكسل ان شاء الله تفيدك جديد شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي والسلام عليكم ونحمد الله بركاته اشتركوا في القناة